وحول اختفاء طائرات المصرية ينضم إلينا من القاهرة المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا اللواء طيار أركان حرب هشام الحلبي أهلا بك لواء هشام لواء هشام أجهزة الرادار لم تستقبل من الطيار المصري أي تحذيرات أو معلومات عن وجود عطل فني أو تقني كيف تفسر اختفاء الطائرة بهذه الطريقة؟ هو طبعاً طبقاً ليه البيانات الرسمية؟ إن ما فيش أي إشارة استغاثة أو أي إشارة من طاقم الطائرة يفيد إنها بتتعرض لأي حادث خارج الإطار الطبيعي وبالتالي النقطة دي يعني أنا في تقديري ممكن يكون احتمال عطف فني متفاقم ومتزايد يعني كان أكبر ممكانات التاقم وكان الأولاية للتعامل معاه ده أحد السيناريوهات المرجحة الموجودة لكن حيبقى هذا الطرح هو سيناريو وفرضية فقط إلى حين ما يتم الحصور على بعض البيانات من أرض الواقع وفي فرق البحث والإنقاذ ما زالت بتجوب المنطقة الطائرة اختفت فيها من على شاشة الرادار وتم حتى التنسيق مع اليونان لعمليات البحث والإنقاذ نعم لوهي شام أسباب وقوع الحوادث هي كثيرة ويشترك فيها العنصر البشري وكذلك الخلل الفني وهناك اشترطات السلام الجوية والأرضية فأي من الأسباب ترجح أنت وأنت خبير في هذا الشأن؟ والله أنا عايز أقول لحررتك على حالة عشان نرجح سبب معين لازم يكون فيه قدر بسيط قدر بسيط حتى من البيانات تقول أن السيناريو ده عمل إرهابي أو عطف فني أو بالزبط فبالتالي هذا القدر البسيط من البيانات غير متوفر حتى الآن لأن ما زال في عمليات البحث لو عمليات البحث لقيت بعض الحطام الموجود وبالتالي يمكن الحصول على الصندوق الأسود وهكذا لكن ما زال كل السيناريوهات مفتوحة بما فيها أن احتمال عمل إرهابي ده كل الإحتمالات مفتوحة لكن الفجائية في الموقف ده هي اللي واضحة لم تعلن أي جماعة إرهابية حتى مسؤوليتها عن الحادث أنت تعرف حين حدوث أي حادث للطائرة حتى في بعض الجماعات بتبقى ماياش حتى لها علاقة بهذا الحادث لكن بتسرع بالإعلان عن مسؤوليتها علشان تفرض وجودها على الساحة الإعلامية أو ما شابه حتى لو ما لاش علاقة في هذه الحالة ما فيش حد أعلن حتى ولو بطريق المصادفة أو الإدعاء حتى أنه هو مسؤول فبالتالي أنا شايف أنه يعني إحنا بنرجح في اتجاه العطب الفني ده أحد الاحتمالات المرجحة التي برضو عشان أكون في منتقى الأمانة تحتاج إلى بعض الأدلة المادية اللي حتفرز عنها يمكن عملية البحث والإنقاذ التوصيف الموجود دلوقتي أن اختفاء طائرة هو اختفاء طائرة وعدم تمكن الطيارين من توجيه نداء السغاثة يوحي ذلك بأن أمرا طارئا مفاجئا قد بغتهم بالزبط بالزبط دي دي حقيقا أنت عارف الوقت ممكن يكون مش متاح إطلاقا وفي هذه الحالة تاقم الطائرة بيعطي أولوية رقم واحد للسيطرة على الطائرة عن الإبلاغ أو عن أي شيء آخر السيطرة على الطائرة هو الأولوية رقم واحد في هذا الموضوع قد يكون في هذا المجال لو في عطب من المحتمل أن يكون أحد يعني تابعات العطب أو اللي حصل معاه انقطاع الاتصالات كل هذه برضو ما زلت بقول في إطار الفرضيات التي قد ينتج أو تؤكد من وجود شيء من عملية البحث والإنقاذ الأزمة يعني برضو خليني أقول إن إحنا كإعلام دورنا الاستنارة للمواطن إن إحنا نعرف المواطن إن حادث الطيران حادث غير طبيعية شوية بتحتاج بعض الوقت وبعض البنات علشان حتى نستند عليها في عملية التحليل لكن النقاط الموجودة حاليا إنه يتم إدارة الأزمة على أعلى مستوى في مصر في اجتماع لمجلس الأمن القام برئاسة السيد الرئيس على أعلى مستوى فيه على مستوى مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء متواجد في غرفة العمليات على رأس طاقم من الوزراء وفي مكان في وزارة الرئيس المدني على مستوى البحث والإنقاذ القوات المسلحة المصرية وتنسيق مع الجانب اليوناني على مستوى الدول فيه تنسيق عالي ما بين مصر كدولة واليونان وفرنسا فإدارة الأزمة كلها على بعضها أنا شاف أنها إجدارة جيدة محدش مأثر يعني زي ما بيقولوا فيه بعد إنساني واضح جدا والله في إدارة الأزمة وهو استقبال أسر الركاب في مكان قريب من المطار في أحد الفنادر توفير دعم لهم وحتى مترجمين مترجمين آه فيه موفرين مترجمين بحس أن فيه تعرف بعض اللغات الأخرى محتاجين موفرين رعاية ليهم فحتى البعد الإنساني في الأزمة هو موجود يعني إن شاء الله نتمنى أنها تصفر عملية البحث والإنقاذ عن يعني وضوح بعض الرؤية لكن هيظل دي طبيعة حواد السوران ودور الإعلام يبقى يعني دور مستنير وإنارة للمواطن إلى حين ما يستجد بيانات فيه برضو المؤتمر البيانات الصحفية الرسمية قالت إن لو فيه أي بيانات على طول حيوفي بها الإعلام من مقدر طبعا الإعلام يريد معلومة وبالتالي حيقولها المواطنين وده نقطة يعني طبيعة الإعلام نعم شكرا لك لواء طير أركان حرب هشام الحلبي كنت معنا من القاهرة اشتركوا في القناة